الجيش الحر بكافة فصائله العسكرية وبقياداته وجنوده مع الفصائل الإسلامية ليس لهم أي هدف بمقاتلة الطائف الدرزي سواء كانوا في قرية حضر أوحر أو أي قطاع من أهالي الدروز أو الشبيحة حتى أما لكن نحن هدفنا فتح الطريق باتجاه بيت جن ومزرعة بيت جن والريف دمشق الغربي نحن الجيش الحر في القطاع الشمالي لمحافظة القنيطرة ولن نعتدي بيوم من الأيام على جيراننا من بني معروف في قرية حضر ولن نقطع عليهم الطريق ولكن بعضهم من أصحاب النفوس الضعيفة قاموا بمؤذرة الجيش الأسد ونقول لهم إن أرادوا أن ينزلوا إلى الطريق أو إلى أراضيهم فليذهبوا ويروا ونقول لهم إن النظام زائل هذا النظام المجرم زائل ويبقى الجوار إننا وبحمد الله منذ انطلاقة الثورة المديدة كنا نعامل وما زلنا نعامل الطائف الدرزيه نعامل معامل أبناء وطن أبناء تراب أبناء سوريا وحربنا ليست ضد الطائف الدرزيه أو طائفي أخرى حربنا ضد النظام الغاشر لأننا نوجه آخر نداء إلى الإخوة وما زلنا نقول لإخوة دروز أن يقفوا على حيات لأن الحرب ضد بشار بالنسبة لدروز إحنا ما بنا نقتلهم إحنا حربنا ضد النظام وليس الطائفي فالنظام ضحك عليهم مثل ما ضحك على شباب خان إرنبي وبعضهم من اللجان التشبيحية ورطهم بالحرب حربنا ليست طائفية حربنا مع النظام وبالنسبة للجرحة اللي تعرضو لهم دروز بمسجل شمس حاليا ما رح تسوي شي بس رح تحاسبوا بعد أيام إن شاء الله